اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والبيض واللبن يبقوا بدرجة حرارة الغرفة نبقى مخرجينهم قبلها بمدة من التلاجة علشان يوصلوا لدرجة الحرارة العادية هنسمي الله كده ونبدأ اول حاجة ده دي الدرة الاصفر وده النوع اللي انا بستخدمه نوع حلو جدا هنجيب كوبايتين الدي الأصفر ونبدأ ننخله الخطوة دي بتبقى مهمة قبل ما تيجي تعمله اي نوع كيك وناخد جزء كده من البيكنج بودر ونحطه عليه وننزل ببقى الدي وجزء كمان من البيكنج بودر وكوبايت الدي الأبيض الفاخر وبقى البيكنج بودر هقلب بقى كل الدي مع بعضه علشان الدي الأبيض والاصفر يداخل هسيبهم بقى على جنب علشان احضر للخطوة التانية هجيب بقى طبق كبير علشان اشتغل فيه وانزل بقى بالسكر انا هعملها على ايدي من غير مضرب ولا خلاط ولا عجان سهلة جدا وانزل بالاربع بدات والاتنين باكوا من الفانيليا واجيب المضرب اليدوي وابدأ كده اضرب البيض مع السكر احاول اخلي البيض الداخل كويس قوي مع السكر والسكر يدوم هتنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتي بعد بقى ما السكر داب كويس قوي مع البيض هنزل بنص كباية السمنة السايحة مع نص كباية الزيت انا دفت السمنة كده علشان تبقى سيلة وقلبها كويس مع السكر والبيض اللي ضربناهم قبل كده وبعد كده هنزل بمعلقة الخل الصغيرة ورشة الملح الصغيرة اي حاجة حلوة بندف لها رشة ملح بتزهر لنا الطعم الحلو اللي احنا بنعمله وقلب بقى كل المكونات كده مع بعض وبعد كده هضيف تلت كباية اللبن وزي ما قلت لحضراتكم اللي يحب يضيف تلت كباية عصير برطقان زي ما تحبوا بس انا بحب عملها باللبن وقلب بقى كده سهلة جداً ومتاخدش اي وقت كل المكونات دابت مع بعض كده خلاص جهزة ان احنا نحط الديق عليها هجيب بقى الديق الدرة والديق العادي اللي عليهم البيكنج بودر باكو وحطهم على المكونات كلها وابدأ بقى اقلب كل المكونات ادخل الديق في السوائل اللي عندي كده الديق الداخل كويس مع المكونات هجيب بقى المضرب السلك واضرب دربة خفيفة قوي احاول ما يبقاش في اي كتل صغيرة من العجين هي بس بتاخد دربة خفيفة قوي وبتبقى جهزة ما نحاولش ندرب كتير بتبقى العجينة بالقوام ده القوام ده مظبوط جدا ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا جدا كده هي جهزة معايا هجيب بقى الصينية مقاس 30 هبطنها بالسمن من كل الجوانب كده ومن تحت انا بحب استخدم الالمونيوم في تسوية الكيك بتبقى التسوية حلوة قوي فيه وبعد كده هجيب الديق وبطن كل الصينية بيه من كل جانب كده واي زيادات من الديق بعد كده بنشيلها لو هتستخدموا الصينية من البايريكس او التفال حطوا صينية تحت منها الامونيوم في الفرن علشان التسوية تبقى مظبوطة اي ديق زيادة هتخلص منه كده تمام بعد ما بطنت الصينية هنزل بقى بمقدار البسيسة القوام بتاعها مظبوط جدا ما اخدتش مننا اي وقت وحنا بنحضرها حضرناها في خمس دقايق على قدينا وبجد نتيجتها حلوة قوي قوي هحاول ازبوطها كده علشان تبقى مستوية من كل الجوانب ومظبوطة هنيجي بقى للتسوية اللي هي اهم حاجة هكون مشغالة الفرن على درجة حرارة مية وستين لمدة عشر دقايق عشان يسخن وبعد كده هحطها على الرفل في النص على الصاق هتاخد في حدود خمسة وخمسين دقيقة تكون حمرت من جميع الجوانب كده واستوت لو ما احمرتش من الوش تشغلوا عليها الشواية لمدة دقيقتين هتتحمر معاكم وبعد كده هتقفلوا عليها النار وتصبوها جوه الفرن لمدة خمس دقايق وبعد خمس دقايق هتفتحوا الفرن كده جزء منه وتصبوها برضو خمس دقايق وبعد كده تخرجوها علشان ما تهبطش منكم بعد ما تخرجوها من الفرن ما تقطعوهاش وهي سخنة عشان ما تفتفتش منكم وبعد كده هنجيب فوطة ونغطيها بيها لحد ما تهدى خالص وبعد كده تبدأوا تقطعوها بعد ما هيديت خالص من حرارة الفرن هبدأ اغطحها لما بتتاكل وهي دافية بيبقى طعمها حلوة قوي وتشربوا معاها اي مشروب ساخن كده بتبقى بجد روعة البسيسة من الكيكات اللي ما بتبقاش عالية قوي زي الكيك العادي اللي احنا بنعمله بس طعمها حلوة قوي ما تتخيلوش رحتها في البيت حلوة قد ايه هنشوفها كده مع بعض مستوية كويس قوي وطرية ازاي بجد طعمها حلوة قوي مش مكتومة هتعجبكو جدا جدا بإذن الله لما تجربوها اعملوها لأولادكم مفيدة جدا ومغزية كمان يا رب اكون قفت حضراتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعة وحلوة من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا